محمد عواد يبدو أنه يقترب من العودة مرة أخرى للإحراس المرمى نادي الزمالك أمام المريخ بعد مشارك محمد صبحي في آخر مباراة في الدورة أمام السموحة فريرة عايز محمد عواد يلعب الجهاز المعاون لفريرة ليه وجهة نظر أن محمد صبحي مميز أكتر في العرضيات والمريخ بيعتمد على الكرات العرضية الكثيرة سواء السابتة أو المتحركة فممكن يبقى محمد صبحي أفضل لكن هو فريرة شئف أن خبرات محمد عواد ممكن تفيده أكثر في هذه المواجهة ولسه فيه نقاش ولم يحسن العمر عفوا أيضا البرتغالي جزال فريرة بيدرس اللعب بسلاسة لعبين في وسط الملعب الطريقة المعتادة عايز يلعب بسيف جعفر مع دونجا وعمر السيسي عشان يأمن أكتر وسط الملعب مباراة خارجية مباراة قوية مباراة ما فيهاش مخاطرة فعايز يأمن وسط الملعب بشكل أقوى وإن كان يعني لو لعب بدونجا وعمر السيسي وسيف جعفر مش تبقى ثلاثة دفاعيين فيه اتنين دفاعيين دونجا وعمر السيسي وممكن يلعب سيف جعفر دور رقم عشر أنا رأيي أنه لو عمل كده هتبقى حاجة مثالية جدا لنادي الزمالك جدا وأنا شايف أنه الثلاثة اللي لعبه في نص ملعب الزمالك في الوقت الحالي بشكل مثالي دونجا وعمر السيسي وسيف جعفر عارف دلوقتي جمالي الزمالك وعمر السيسي تقول لي بس عمر السيسي ماقدمش مباريات كبيرة ماقدمش مباريات مميزة لما بيلعب تمانية لما بيترم منه يهاجم بس لو الطلب من عمر السيسي دافع بس مع دونجا يبقى تنين بيلعبه رقم 6 تنين مدافعين تنين اللاعبين توسط مدافعين وقدامهم بقى سيف جعفر ما يبقى شلوه أدوار دفاعية كثيرة ويهاجم بس هنا الزمالك هيظهر بشكل هجومي جيد وهيظهر كمان بشكل دفاعي جيد جدا وهتشوف خدرات مختلفة لعمر السيسي هي مشكلة عمر السيسي في المباريات الماضية انه كان مطلوب منه أدوار هجومية أدوار اللاعب رقم 8 أدوار شبه أدوار إمام عشور وهي الفكرة ان عمر السيسي أدواره شبه أدوار دونجا وطريق حامد واللعابة اللي بتلعب في المركز ده مش أدوار إمام عشور كده ما كانش بيظهر بشكل جيد طيب فريرة أيضا اتكلم مع معاوني في نادي الزمالك حول مصطفى شلبي قال لهم ان مصطفى شلبي عنده أزمة ثقة بجانب وجود حالة من الانطواء عند اللاعب وعدم التفاعل مع زميله وان أزمة السوشال ميديا وسور جلسة الليزر الأخيرة دي اتأثرت على علاقته بشكل كبير مع الجماهير فريرة طلب من اللاعبين الكبار في الفريق ووكبات الفريق انهم يحتووا مصطفى شلبي وبعدها يقدر مصطفى شلبي يشارك تدريجيا مع الفريق لكن أزمة الثقة اللي عنده دي مأثرة كتير على مستوى الفني ده كلام فريرة مجلس إدارة نادي الزمالك أيضا تواصل مع الكابتن أسامة نبيه هاتفيا ودعموه وطلبوه بدعم فريرة الفترة اللي جاية وقالوله ان هم متمسكين به متمسكين بوجوده مع فريرة ومش حابين ان هو يمشي تعرفين انا كنت قطر حالكم من كام يوم ان كابتن أسامة نبيه طالب ان هو يمشي من الجهاز الفني بس إدارة نادي الزمالك متمسكة به وغالبا كابتن أسامة نبيه مكمل مع نادي الزمالك ومكمل مع جسوالدو فريرة ده فيما يخص نادي الزمالك ترجمة نانسي قنقر